النبي يهاب قريشاً ما قيمة قريش حتى يهابها رسول الله رسول الله يهاب قريشاً قد يحسب لقريش من جهة أنها تؤثر على القبائل الأخرى إذا كان المراد هذا هذا الكلام مخبول أما على المستوى الشخصي والنفسي لرسول الله أنه يهاب قريشاً ما قيمة قريش كبار قريش مجموعة من القوادين كتب التاريخ هي التي تتحدث عن هذا مشايخ قريش أمثال أبي سفيان أو ذلك المأبون الذي سماه رسول الله بأبي جهد هم يقولون إنه خال الخليفة عمر وهو مأبون معروف يخاطبه من يخاطبه من القريشيين بأنه مصفر أسته كان يدلك أسته بالزعفران لأجل الأمور الجنسية حتى يتذوقه الذين يلوطون فيه هؤلاء هم زعماء قريش حتى يهابهم محمد صلى الله عليه وآله وما عداء زعماء قريش لمحمد وآل محمد إلا لأن هؤلاء يمثلون الطهارة والكرامة والشرف والكبرياء وأولئك حثالة وحقارة ودناءة واقع تاريخه هو الذي يحدثنا عن هذا لو كان المقام مقاما للحديث عن تاريخهم لقلت وقلت وقلت وجئت بالأقوال من مصادرها من مصادر سقيفة بني ساعدة الذين يطبلون للصحابة الذين أصولهم من قريش من هذه المجموعات التي أشرت إليها كل هذا موجود في كتب التاريخ وكتب السير وكتب الرجال والتراجم سأذهب بكم الآن إلى أهم آية في الكتاب الكريم إلى الآية الحاكمة ليس على القرآن فقط وإنما على الإسلام كله القرآن جزء من الإسلام إنها الآية السابعة والستون بعد البسملة من سورة المائدة بحسب المعروف في المصاحف وجاء تسلسلها هنا بحسب طبعة التبيان التي بين يدي جاء تسلسلها من أنها الآية السبعون هناك اختلاف في ترقيم الآيات في مختلف المصاحف ليس مهمًا هذا الموضوع ماذا يقول الطوسي؟ هذه الآية الأهم ونحن حديثنا عن أول معلم من معالم المذهب الطوسي نقض بيعة الغدير بأسلوب شيطاني ماذا تتوقعون أن يقول الطوسي عند هذه الآية؟ هذه الآية بالنسبة لنا نحن الذين نقول إننا شيعة واضحة هذه آية أمير المؤمنين هذه آية الغدير هل أحتاج إلى أن أجمع لكم نصوص الأحاديث بخصوص هذه الآية؟ هذه الآية نحن نعرفها جميعاً لا شأن لنا بنواصب السقيفة بني ساعدة وماذا يقولون؟ هم أحرار فيما يقولون نحن الذين نقول إننا زهرائيون إننا مهدويون إننا علويون إننا حسينيون إننا حسنيون نحن الذين نقول إننا عسكريون حيث ننتسب إلى إمامنا الهادي العسكري وإلى إمامنا الحسن العسكري وإلى إمامنا الحجة بن الحسن العسكري فنحن عسكريون ونحن جعفريون ونحن كاظميون نحن من بديهيات ثقافتنا هذه الآية في علي وليست في أحد غيره ماذا يقول هذا الطوسي؟ أتمنى عليكم أن تنصفوا أنفسكم أنصفوا أنفسكم هذا هو إمامكم يا أيها الطوسيون فماذا يقول طوسيكم هذا؟ هذا أبو طربوش أبو طوسي هذا الجاي يقول إنني أقرأ من الجزء الثالث من التبيان في تفسير هذه الآية من الصفحة السابعة والثمانين بعد الخمسمائة يقول أبو طربوش الطوسي قيل في سبب نزول هذه الآية أربعة أقوال من طيح الله حظك؟ هو قهل واحد إنها في غدير خم أربعة أقوال ما معنى إيراد الكذب والكفر؟ لأن الآية تقول هكذا إن الله لا يهدي القوم الكافرين يعني الذين لا يعتقدون ببيعة الغدير والذين لا يعتقدون بهذه الآية من أنها في بيعة الغدير هؤلاء كفار كفار أنجاز لعناء فلماذا ترد أقوالهم؟ قيل في سبب نزول هذه الآية أربعة أقوال وعادة يبدأون بالقول الأهم وربما يبدأ بادئ بالقول الأضعف لكن المتعارفة أنهم في كتب التفسير يبدأون بالقول الأقوى ليس مهما هذا ما هي هذه الأقوال الأربعة؟ أحدها قال محمد ابن كعب القرط وغيره إن إعرابيا هم بقتل النبي فسقط السيف من يده وجعل يضرب برأسه شجرة هو لوحده يضرب برأسه شجرة هذا هو الذي يذكرونه في كتب تفاسيرهم تفاسير النواصب وجعل يضرب برأسه شجرة حتى انتثر دماغه هذا القول الأول يعني أن الآية نزلت في هذه الواقعة ما علاقة هذه الآية بهذه الواقعة الآية تقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فهل بلغ رسول الله هذا الأعراب وهذه الآية جعلت الرسالة بكل تفاصيلها أن تكون بلا قيمة إن لم يبلغ هذا الأعراب هل الكلام بحاجة إلى تعليق ماذا أقول لكم هذا الأثول الطوسي لماذا يذكر هذا الكلام لأجل أن يفرغ مضمون الآية من محتوها وإلا ما هذا الهراء قيل في سبب نزول هذه الآية أربعة أقوال أحدها قال محمد ابن كعب القرط وغيره إن أعرابيا هم بقتل النبي فسقط السيف من يده وجعل يضرب برأسه شجرة حتى انتثر دماغه الثاني القول الثاني إن النبي كان يهاب قريشا فأزال الله عز وجل بالآية تلك الهيبة النبي يهاب قريشا ما قيمة قريش حتى يهابها رسول الله رسول الله يهاب قريشا قد يحسب لقريش من جهة أنها تؤثر على القبائل الأخرى إذا كان المراد هذا هذا الكلام مقبول أما على المستوى الشخصي والنفسي لرسول الله أنه يهاب قريشا ما قيمة قريش كبار قريش مجموعة من القوادين كتب التاريخ هي التي تتحدث عن هذا مشايخ قريش أمثال أبي سفيان أو ذلك المأبون الذي سماه رسول الله بأبي جهل هم يقولون إنه خال الخليفة عمر وهو مأبون معروف يخاطبه من يخاطبه من القريشيين بأنه بأنه مصفر أسته كان يدلك أسته بالزعفران لأجل الأمور الجنسية حتى يتذوقه الذين يلوطون فيه هؤلاء هم زعماء قريش حتى يهابهم محمد صلى الله عليه وآله وما عداء زعماء قريش لمحمد وآل محمد إلا لأن هؤلاء يمثلون الطهارة والكرامة والشرف والكبرياء وأولئك حثالة وحقارة ودناءة واقع تاريخه هو الذي يحدثنا عن هذا لو كان المقام مقاما للحديث عن تاريخهم لقلت وقلت وقلت وجعت بالأقوال من مصادرها من مصادر سقيفة بني ساعدة الذين يطبلون للصحابة الذين أصولهم من قريش من هذه المجموعات التي أشرت إليها كل هذا موجود في كتب التاريخ وكتب السير وكتب الرجال والتراجم على أي حال الثاني إن النبي كان يهاب قريشا فأزال الله عز وجل بالآية تلك الهيبة وقيل كان للنبي حراس بين أصحابه فلما نزلت الآية قال الحق بملاحقكم بالأماكن التي أنتم تعودون إليها إلى بيوتكم مثلا فإن الله عصمني من الناس الآية الآية لا تتحدث في أصلها عن العصمة من الناس الآية في أصلها تتحدث عن تبليغ أمر إذا لم يبلغه رسول الله فإنه ما بلغ الرسالة ومن تفاريع الموضوع والله يعصمك من الناس ومن تفاريع الموضوع إن الله لا يهدي القوم الكافرين فأين هذا من هذا هذا الطوس الحمار يورد هذه المضامين ويعدها من جملة مضامين هذه الآية والآية واضحة بالنسبة لنا إنها في بيئة الغدير فما الحاجة لكل هذه القذارة الثالث قالت عائشة إن المراد بذلك إزالة التوهم أن النبي كتم شيئا من الوحي للتقية تفسير شيطاني واضح من أن الآية جاءت لدفع التوهم أن يتوهم البعض من أن النبي كتم بعض الأمور وما بيّنها قالت عائشة إن المراد بذلك إزالة التوهم أن النبي كتم شيئا من الوحي للتقية الرابع الرابع أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام الباقر والصادق إن الله تعالى لما أوحى إلى النبي أن يستخلف عليا كان يخاف أن يشق ذلك النبي كان يخاف كان يخاف أن يشق ذلك على جماعة من أصحابه أن يكون أمرا عسيرا عليهم فأنزل الله تعالى هذه الآية تشجيعا له على القيام بما أمره بأدائه والآية فيها خطاب للنبي هذا كلام الطوسي والآية فيها خطاب للنبي وإيجاب عليه تبليغ ما أنزل إليه من ربه وتهديد له إن لم يفعل وإنه يجري مجرى إن لم يفعل ولم يبلغ رسالته التعابير قاصرة جدا العجمة واضحة إن من عدام الفصاحة والبلاغة واضح في كل عبائر هذا الكتاب والآية فيها خطاب للنبي وإيجاب عليه تبليغ ما أنزل إليه من ربه وتهديد له إن لم يفعل وإنه يجري مجرى إن لم يفعل ولم يبلغ رسالته فإن قيل كيف يجوز ذلك ولا يجوز أن يقول إن لم تبلغ رسالته فما بلغتها لأن ذلك معلوم لا فائدة فيه قلنا قال ابن عباس معناه إن كتمت آية مما أنزل إليك فما بلغت رسالته والمعنى أن جريمته كجريمته لو لم يبلغ شيئا مما أنزل إليه في أنه يستحق به العقوبة من ربه ويستمر بمثل هذا الكلام لم يشر إلى أي شيء من مضمون بيعة الغدير على الإطلاق عودوا إلى الجزء السادس من تفسير التبيان وقرأوا من صفحة خمسمية وسبعة وثمانين مرورا بصفحة خمسمية وثمانية وثمانين وانتهاءا بصفحة خمسمية وتسعة وثمانين الكلام مزعج كلامه مزعج والعجمة قاتلة فيه والتعابير غير واضحة وهذا هو الشأن مراجع النجف وكربلاء في كل كتاباته هذا الأمر يواجهني في كل كتابات مراجع النجف وكربلاء عي وسخف وقلة طلاء في ثقافة العترة الطاهرة وانعدام للبلغة والفصاحة وتعالوا قولوا ذول الأعلن وتعالوا قدسوا ذوله وذول نواب صاحب الزمان وهم بغال لا يفقهون شيئا وهذا الأمر بين عيديكم بالله عليكم هذا منطق شيعي لم يشر إلى أي شيء من بيعة الغدير سوى ما نقله عن إمامنا الباقر والصادق إن الله تعالى لما أوحى إلى النبي أن يستخلف علي كان يخاف أن يشق ذلك على جماعة من أصحابه وجعل هذا القول قولا رابعة جعله آخر الأقوال بعد أن نقل ما نقل من ترهات نواصب سقيفة بني ساعد أنا حينما أذهب إلى تفسير هذا الناصبي الفخر الرازي ناصبي من الدرجة الأولى من أئمة الشوافع حينما أذهب إلى تفسيره التفسير الكبير والذي يعتمد عليه مراجع المذهب الطوسي الفخر الرازي توفي سنة ستمية وأربعة للهجرة وهو من أئمة المذهب الشافعي هذا هو المجلد الذي يشتمل على الجزء الحادي عشر وثاني عشر الطبعة طبعة المكتبة التوفيقية القاهرة مصر في صفحة الثانية والأربعين من الجزء الثاني عشر عند الآية نفسها المسألة الثالثة ذكر المفسرون في سبب نزول الآية وجوها وعدد الأول إلى أن وصل إلى العاشر عند العاشر هكذا قال نزلت الآية في فضل علي بن أبي طالب عليه السلام مكتوب عليه السلام هو هذا الذي قاله الفخر الرازي لهذه الكلمات وأمثالها يقولون من أن الفخر الرازي شيعي أبدا هو ناصبي من طراز الأول وينتقص من أمير المؤمنين ومن آل محمد كثيرا في كتابه ويفضل الأنجاس النواصب عليهم بشكل واضح في كل كتابه من أوله إلى آخره الوائلي لا يحدثكم إلا عن هذا التفسير كل مجاحس الوائلي مأخوذة من هذا التفسير على أي حال الخوء أيضا إذا أراد أن يتحدث عن القرآن فإنه ينقل عن هذا التفسير الطباطباء في الميزان محمد باقر الصدر يؤسس أسس فهمه للقرآن من هذا التفسير وبعد ذلك يستنسخ فكرة سيد قطب كي يتلبس به تلبسا كاملا العاشر نزلت الآية في فضل علي بن أبي طالب عليه السلام ولما نزلت هذه الآية أخذ بيده وقال من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه فلقيه عمر رضي الله عنه فقال هنيئا لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولايا ومولى كل مؤمن ومؤمنة وهو قول ابن عباس والبراء ابن عازب ومحمد ابن علي محمد ابن علي يشير إلى إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه هذا الفخر الرازي نقل شيئا من تفاصيل بيعة الغدير الطفسي لم ينقل شيئا من تفاصيل بيعة الغدير حينما أقول لكم هؤلاء قوم نقضوا بيعة الغدير إنني لا أقول هذا الكلام جزافا هذا التفسير أنا نبشته نبشا منذ أكثر من ثلاثين سنة منذ أكثر من ثلاثين سنة نبشته نبشا فحينما أقول لكم هؤلاء قوم نقضوا بيعة الغدير إنني أقول عن رؤية واضحة وعن معرفة أكيدة لا أقول الكلام من دافع عاطفي ولا أطلق الحديث على عواهنه إنني أحدثكم بحديث التحقيق والتدقيق هذه النتائج التي أطرحها بين أيديكم التحقيق فيها بالنسبة لي استمر لأكثر من أربعين عاما أنا لا أحدثكم من فراخ ولا أستطيع أن أضع بين أيديكم كل المعلومات الوقت لا يكفي ولا أستطيع أن أبين لكم كل ضلال الطوسي إنما أأخذ لكم أمثلتان هذه الأمثلة تستطيعون أن تستعين بها على أن تفهموا قولي من أن أول معلم من معالم المذهب الطوسي الذي هو مذهب حوزة النجاف نقض بيعة الغدير بأسلوب شيطاني هذا هو هذا هو الذي أحدثكم عنه هذا مفسر ناصبي آخر من مفسري سقيفة بني ساعدة إنه جلال الدين السيوطي المتوفى سنة تسعمية وإهدعش للهجرة الدر المنثور في التفسير بالمأثور هذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة التاسعة بعد المئة وهذا هو الجزء الثالث وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردوي وابن عساكر عن أبي سعيد الخدري قال نزلت هذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم في علي بن أبي طالب وأخرج ابن مردوي عن ابن مسعود قال كنا نقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أن علي مولى المؤمنين كانوا يقرؤون هذا في قرآنهم بحسب ابن مسعود وهذا في كتب تفاسيرهم بغض النظر هل يعدون هذه الروايات ضعيفة صحيحة ليس مهما هذا أنا أضرب لكم أنثلة من كتب تفسير النواصف وقارنوها مع هذا الغبي مع هذا الساف الأطوسي قارنوها مع تفسيره وتذكروا حديث الإمام الصادق وهو يخبرنا عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى وهذا إمامهم أطوسي من أنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه أي التفاسير أضار بحسب هذه اللحظة التي نحن فيها تفسير التبيان أم تفسير الفخر الرازي الذي حدثنا بدرجة وأخرى عن بعض شؤون بيعة الغدير وكذلك هذا جلال الدين السيوطي تفسيره أكثر نفعا أقل ضررا من تفسير هذا الغبي الأثوال هذا البتري المرجئي أتحدث عن هذا أبو طربوش الطوسي عن ابن مسعود كنا نقرأ على عهد رسول الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أن علي مولى المؤمنين وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس هكذا كانوا يقرؤون في القرآن بحسب ابن مسعود أنا أقرأ من كتبهم هذا هو الجزء الثالث من الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطي المتوفى سنة تسعمية ودعش للهجرة وهو يحدث عن مصحف ابن مسعود وابن مسعود من صحابة النبي صلى الله عليه وآله أنتم تعرفون هذا هذه حكاية قديمة فماذا يفعل هذا الأثول هذه الآية الغدير هي الآية الحاكمة على كل القرآن وإن لم تفعل فما بلغت رسالته قطعا الخطاب ليس لرسول الله في مضمونه رسول الله أجل وأعظم من أن يكون هذا الخطاب اللفظي بحقه هذا الخطاب اللفظي يوجه لرسول الله لفظا أما المضمون فهو للأمة هذه الآية تقول للأمة من دون ولاية علي فأنتم إلى الجحيم فأنتم كافرون هذه الحقيقة التي تبينها الآية إذا كان الخطاب مع رسول الله هكذا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والرسالة هي التوحيد والنبوة وما القرآن إلا جزء يسير من نبوة محمد صلى الله عليه وآله وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين الكافرون هم الذين يكفرون ببيعة الغدير أين أين تضعون الطوسية هذا في سياق مضمون هذه الآية الله سبحانه وتعالى هكذا يقول من أن توحيده يساوي صفرا من دون بيعة الغدير الغدير الآية هكذا تقول وإن لم تفعل فما بلغت رسالته رسالة محمد بكل تفاصيلها وأول فقرة فيها التوحيد الله هنا يقول هذا التوحيد يساوي صفرا من دون بيعة الغدير الآية صريحة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ماذا كان يقرأها الصحابة في زمان رسول الله أن علي مول المؤمنين مثل ما قرأت عليكم من كتبه ابن مسعود هكذا يروي قد يقولون هذه رواية ضعيفة هم أحرار فيما يقولون احنا ذن حوايجنا نعرف وندري ياه البايق وندري ياه اللي يحرف ذن حوايج ذن حوايج الأصلية ذن حوايج مالاتنا حلال زلال إلنا ذول الحرامية السختشية شن لعب وشن حرف هم أحرار هناك يوم نلتقي فيه وهناك يكون الحساب لا شأن لنا بهم بس حوايجنا نأخذه نعرف هذا الكلام الذي يقول ابن مسعود هذه بقايا بقايا من حوايجنا ومن شؤوننا الحقيقية نحن نعرف الآية واضحة واضحة الله يقول من أن توحيده يساوي صفرا تستغربون هذا الآية لا تقول من أن التوحيد يساوي صفرا من دون علي أبدا الآية تتحدث عن بيعة الغدير وليست عن علي بيعة الغدير شأن من شؤون ولاية علي وولاية علي شأن من شؤون إمامته وإمامة علي شأن من شؤون علي أهلي في مكان آخر الآية تتحدث عن بيعة الغدير يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك بشأن بيعة علي في الغدير الكلام عن بيعة علي في الغدير بيعة علي في الغدير ما هي بعلي بيعة الغدير شأن من شؤون ولاية علي وولاية علي شأن من شؤون إمامته ويمكنني أن أقول من أن بيعة الغدير من شؤون إمامته والإمامة من شؤون ولايته لأننا يمكن أن نستعمل الإمامة بمعنى الولاية هنا ويمكننا أن نستعمل الولاية بمعنى الإمامة هنا النتيجة واحدة بالنتيجة فإن بيعة الغدير ما هي بعلي إنها من شؤون علي سبحانه وتعالى يقول من أن توحيدي ونبوة حبيبي محمد ومن أن قرآني ومن أن ديني يساوي صفرا من دون بيعة الغدير ليس من دون علي من دون بيعة الغدير الآية هكذا تقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته إلى آخر الآية الكريمة وإن لم تفعل فما بلغت رسالته تستغربون هذا ما نحن نقرأ في أحاديثنا الشريفة أقرأ عليكم من كتاب المؤمن وهو من أصولنا القديمة من الكتب التي ألفت زمان الأئمة للحسين ابن سعيد الكوفي الأهوازي هذه طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة في صفحة الثانية والثلاثين إنه الحديث الثاني والستون عن باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه يحدثنا عن الله وما تقرب إلي عبد بمثل ما افتردت عليه ما افتردت عليه إنها بيعة الغدير هي هذه وما تقرب إلي عبد بمثل ما افتردت عليه أعلى درجات الافتراض هي هذه بدليل هذه الآية وإن لم تفعل فما بلغت رسالته الفرض الأكبر في القرآن هو هذا لأن التوحيد والنبوة والقرآن والرسالة تساوي صفرا من دون هذا الفرض هذا هو الفرض الأكبر وما تقرب إلي عبد بمثلي ما افتردت عليه إنه الفرض الأكبر ولاية علي ليست المطلقة في بيعة الغدير ولاية علي المطلقة بيعة الغدير شأن يسير من شؤونها ولاية علي المطلقة هي ولاية الله المطلقة هما بيعة الغدير شأن من شؤون ولاية علي في حاشية ولاية وما تقرب إلي عبد بمثلي ما افتردت عليه ما افتردت عليه الفرض الأكبر في القرآن بيعة الغدير وإن لم تفعل الآية الصريحة فما بلغت رسالته هذا هو الفرض الأكبر وما تقرب إلي عبد بمثلي ما افتردت عليه هذا هو الذي يقربنا إلى الله وإنه ليتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه ما بعد الفرض الأكبر قطعا في شؤون الفرض الأكبر إنها نافلة الفرض الأكبر نافلة الفرض الأكبر أن نزداد معرفة أن نزداد تسليما أن نزداد سالمية أن نزداد في معيتنا معهم فمعكم معكم لا مع غيركم هذه المعية مراتبها لا تعد ولا تحصى أن نترقى في المعية هذه التي تتحدث عنها الزيارة الجامعة الكبيرة فمعكم معكم لا مع غيركم هذا هو مضمون بيئة الغدير اللهم والي من والا وعادي من عادا فمعكم معكم لا مع غيركم وانصر من نصر واقذل من خذل والي من والا درجة من درجات المعية وانصر من نصر درجة من درجات المعية معهم صلوات الله عليه الزيارة الجامعة الكبيرة هي القول البليغ الكامل فما جاء فيها هو الأبلغ والأكمل والأجمع والأشمل والأوضح والأنصع والأبلغ والأفصح هذا هو الذي جاء في الزيارة الجامعة الكبيرة وما تقرب إلي عبد بمثل ما افترضت عليه وإنه لا يتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه فإذا أحببته الله هو الذي يقول هذا الكلام يمكن أن ينطبق علي ويمكن أن ينطبق عليكم نحن الذين افترض علينا الفرض الأكبر ونحن الذين نطالب بالتسليم والسالمية والخدمة والعبودية لهم فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها يكون رجلي الله هكذا يقول الباقر هو الذي يحدثنا وهذه الكتب ألفت زمان الأئمة الله يكون رجلي وأرجلكم التي نمشي بها ورجله التي يمشي بها للذي يتقرب إليه بما افترض عليه بالفرض الأكبر إنها بيعة الغدير فما هو المستغرب أن يقول لنا من أن توحيد يساوي صفرا من دون بيعة الغدير ما هو يقول لي هكذا وكنت رجلك التي تمشي بها هذا كلام الله يحدثنا به باقر العلوم ورجله التي يمشي بها هو يقول لي ويقول لكم سأكون أرجلكم التي تمشون بها الله يقول لنا هذا إذن ما هو المستغرب أن تقول الآية هذا المعنى من أن توحيد يساوي صفرا من دون بيعة الغدير لو أبقى أحدثكم عن بيعة الغدير إلى آخر عمري فإن الكلام لن ينتهي نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر